أكد وزير الخارجية أيمن استفض موقف الأردن الثابت بضرورة تكثيف الجهود لتحقيق السلام الشامل والدائم في المنطقة في إطار حل الدولتين وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران واطلع أو أطلع استفض وفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي على المستجدات الإقليمية خصوصا المرتبطة بالقضية الفلسطينية والأزمة السورية والحرب على الإرهاب إضافة إلى الضغوط التي تتعرض لها قطاعات حيوية في المملكة جراء استضافة اللاجئين السوريين وأشار استفض إلى عمق العلاقات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة مثمنا الدعم الأمريكي للمملكة وخلال اللقاء أكد أعضاء الوفد أهمية دور المملكة وجهود جلالة الملك عبد الله الثاني في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين